ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا وميكرون عزز على ما يبدو الطرح القائل بضرورة أخذ الجرعة الثالثة من اللقاحات ضد الفيروس فوفق تقرير نشرته صحيفة الڭارديان البريطانية يمكن أن تتلاشى الأجسام المضادة المتشرة في جسم الشخص المطعام بمرور الوقت إذ أظهرت بيانات انخفاضاً في درجة الحماية من العدوى لدى أشخاص ملقحين بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من تطعيمهم كما اتضح بالأرقام أن المطعامين يكونون أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنحو 15 مرة بعد مرور ستة أشهر من تلقيهما الجرعة الثانية التقرير خلص إلى أن المتحور أوميكرون جعل الحاجة إلى الجرعات المعززة أكثر إلحاحاً حيث إن الطفرات التي يحملها تجعله مختلفاً تماماً عن السلالة الأصلية من فيروس كورونا وهو ما يعني أن الأجسام المضادة التي حصل عليها الجسم من اللقاح ستكون أقل كفاءة في اعتراضه لذلك تبرز الحاجة إلى كمية أكبر من الأجسام المضادة لتعويض عدم تطابقها مع المتحور بحسب التقرير وتشير الدراسات إلى أن الجرعات المعززة ترفع مستويات الأجسام المضادة بشكل كبير فوق المستوى المسجل بعد جرعتين فقط وهو ما يعطي الأمل بأن تراجع المناعة سيحدث بشكل أبطأ بعد تلقي جرعة ثالثة معززة كما يعتقد علماء أن جودة الأجسام المضادة تكون أعلى بعد أخذ الجرعات المعززة مما يعني استجابة مناعية أفضل وأكثر فاعلية وبجرعة من التفاؤل يأمل العلماء أن يوفر الجيل المقبل من اللقاحات حماية أوسع ضد أي طفرات محتملة للفيروس عبر تحفيز استجابة الجهاز المناعي لآلية عمل الفيروس لا شكله في خطوة إن تحققت فستطيل فترة المناعة لسنوات وليس لأشهر فقط